الكثير من الناس يكونوا في علاقات مع نفس الانسان ويأتي احد نهر يستمر فائمون يأتي احد نهر يجري الفرق يأتي احد نهر يجري طريقه اي علاقة تكون جوزين الناس ربما يريد احد اكثر من الاخر احد غدي في الناس من الاخر مع مراك تكون مساوية العلاقة دائما يا دي هو يا دي بمرة طالعة مرة نزلة والناس كل واحد و أخلاق دياله و كل واحد و فين ترباء و كل واحد والوسط اللي عاش فيه مع مرة تلقى الناس بحل بحل مع مرة تلقى الناس عندهم نفس النية واحد كي يشوف ذاك العلاقة بغي يكملها وبغي حيث نتيجة ذاك العلاقة هي الزواج هي الزواج تكون عائلات و لكن لا شيء لديه نية و لكن في الاخر كل واحد يشوف غير مصلح من بعد هذه العلاقة تكون تتعلقنا بهذا الانسان هذا يجب أن يكون كل واحد يبدأ يبدأ يقلب على كيف يشوف تتعلق من ذاك الانسان حيث لا يسهل لديه وزواج مع الانسان و مرحلة كبيرة أو الوقت و سوف يأتي واحد النهار و سوف تتقطع اليوم سنتحدث عن خطوات و سوف تتعلق أول شيء يجب أن تنسح كل الدكريات التي تتذكرك بهذا الشخص حيث تنسى الرسائل التصور الهدايا مهم قدر السيطاع ربما كل شيء يجب أن تتفكي منها تتفكي منها لا تقلق بشيء الوزواج و من الوقت و من الوقت و من الوقت أي شيء يجب أن تتذكرك به حاول أن تنسى و حاول أن تتجاوزها والذيكريات تتذكرك يجب أن تتجاوزها و هذا الجرح يتحرك على أدوك لا تتجاوزك و سوف تتحرك على رأسك و سوف يقلق ولكن إذا لم يتوقع و الوقت سوف تتجاوز و سوف تتعلق و سوف تتحرك هذا جزء يجب أن تجاوز هذه المرحلة. ثاني شيء سوف تقطع كل وسائل الاتصال بهذا الشخص. يجب أن تحيد من حياتك. يجب أن تجاوز هذه الإنسان. يجب أن تقضع أي سيلة التي ستوصل له. يجب أن تقوم بالتلفون بإخباره أو أخرى. ومع الكثير من المشاهدين أو شخص الذين يحبون بيناتكم. يجب أن تجلب الخبر بإخباره وإخباره. يجب أن تكون لديك الخبر. ما عندك مدير بهم اي اصدقاء الملكة القوم المشاركين ما عندك مدير اي حاجة احسن حاجة اي تبعد منهم ما خرشك تتبعك ولا تتبع الاخبار ديالهم ما خرشك تراقبك يعني خرشك تقطع اي وسيلة للتواصل والوصل اللي غتكون بيناتكم اراها هذا هو الحل الوحيد ثالث حاجة غتشغل راسك ثالث حاجة غتشغل راسك بأي حاجة تعملك وقتك هاته اللي خرش تعمل الوقت بغضو الوقت يجب ان تعمله خرش الاعتمام ديالك اللي كان بيه تولي تتم بحاجة اخرى تقرأ كتوبة تدار رياضة تسافر تدير واحد الاكتيفية جديدة ما خرش يبقى عندك وقت الفارغ حاجة اللي بقى عندك وقت الفارغ تفكير تبقى كل مرة يجدد ذكره تعلمه تدير كل حاجة مفيدة تجاعد نفسك تشتغل في العمل في دراسة ديالك اللي خرش تنجح فيه تسمى بايتك اكثر تدير الرياضة ممارسة المشيه المشيه حاجة اللي مهمة جدا في واحد الاجواء اللي تكون هاته تسمى تقرأ قرآن تسمى انشيد دينية سيارة ربما ستجد تعمر لك وقتك وتعمر روحانية الاصدقاء الاصدقاء اللي تعمر بهم وقتك وتعمر معهم كثير حتى هما ستجدوا تجاوز على المحنة وطبيع الحال يجب ان تستحق الحياة لطالما انترك على قيل الحياة يجب ان تستحق الحياة وتستحق الحياة وتستحق عيشة كيف تريدها اعطي الوقت الكافية بتتجاوز هذه اخذ كامل وقتك في الأول ربما ستبدأ بالإنكار والآلام ومعزبك الحال ولكن بعد ستبدأ تجاوز تجاوز هذه التحرول كامل لا تحاوز ودخل في علاقة أخرى وانت باقي مخربك باقي مشاريع ذلك مرتبك ومختارته هذا طبيعي حتى تدود هذه المحنة هذه ستكون عندك الرغبة في الناجاتة من هذا التعلق سيأتي الوقت الذي سيقف هذا الإنسان قدامك لا تحسبه لا تحسب شيئا ربما انتال ستشفق عليه خصوصا من الموراك من الموراك والمهم هذا الشيء كامل يجب أن تحافظ على الطريق يجب أن تكون في الطريق صحيح من الأخطاء من المنطقة التي تحصل بها هي من الموراك من الموراك من الموراك وموعاك من المساق من الموراك من الموراك الذي يريدك لا يريدك أن يزمع فيك يجب أن يقال مشكلة يجب أن نقلبه على حاله يجب أن نقلبه على كيف نشاوزه يجب أن يجب أن يحافظ على العلاقة يجب أن نرحب به يجب أن تتعرف هذه القضية لا يوجد أي شيء سبب مقنع بشأنك تتعرف من هذه الحياة سوف تتعرف أخير في أشد ما يتمنى في القلب لك ولكن إذا صبرتك سوف أعطيك كثير ومحسن لأن الصبر سوف يجزي عليه لكي تتعرف الحياة يجب أن تكون قوي والقوة ليست قوة للجسد ولكن هناك قوة تحمل لكل حاجة وقوة تخلي على هذا كل ما يستحق وقوة التفاع بالذات وقوة الصبر على المصائب وقوة الإيمان بالله تعالى فهي أكبر قوي مثلك هذا الشخص كل مكان الإيمان بالله تعالى أقوى كل مكانت حياتك سعيدة